أعزائي المشاهدين أهلا بكم اليوم نشوفه مرض يسيب صغار وحتى الكبر هو مرض النكاف والمعروف بلزوغيان شوفوا معنا هالفتير باش تفهموا أكتر ونتحطوا فيما بعد النكاف لزوغيان هو مرض فيروسي معدي يدخل هذا المرض لجسم الإنسان عن طريق اللعاب الحاملة للفيروس عندما يسعل أو يعطس المريض تدخل هذه القطرات إلى شخص آخر عبر الأنساء يبقى هذا الفيروس حوالي 14 يوما قبل ظهور المرض في هذه الفترة يقوم هذا الفيروس بالانقسام إلى خلايا أخرى على مستوى المجاري تنفسي العليا وعلى مستوى العقد اللنفوية وتبعث هذه الفيروسات إلى الدورة الدموية التي تتسبب في ارتعاش حمى وتعب كبير بعد 12 إلى 24 ساعة تظهر انتفاخات على مستوى العقد اللنفوية على مستوى الرقبة تكون هذه العقد مؤلمة ومنتفخة خاصة وقت الأكل والابتلاع كذلك حمى تصل درجتها إلى 40 درجة مئوية يقوم هذا المرض في الحالات الخطيرة بظهور السم على مستوى الأذنين أو التهاب السحايا واختلال على مستوى الأعصاب عند الأطفال أو الرجال يتسبب في انتفاخ الخصيتين هناك لقاح ضد هذا المرضى المسمى بالأغواغ يحقن به الأطفال البالغين 11 شهرا لقاح ثاني يمكن إعطائه قبل دخول هذا الطفل للمدرسة هذا اللقاح لا يعطى للنساء الحوامل الزغيان أعزائي المشاهدين هو مرض فيروسي تلوتي ومعدي ويتسبب في انتفاخ ووجع في الغدد اللعابية الموجودة بين الأذن والفك ما هي أعراض هذا الزغيان؟ يصاب العديد من أعضاء الجسم بهذا الزغيان وتكون أعراض ممتلة لأعراض الأنفلوينزة ألم في البطن، انتفاخ في الوجه وحتى انتفاخ على مستوى الخصيتين وكان عند بعض الأشخاص اللي ما يظهر عندهم أي عرض التلويت بليزوغيان يدوم من 16 إلى 18 يوم وتقدر تلحق حتى 25 يوم وتنتقل هذا العدوى عن طريق السعال لعطس أو عندما يأكل ولا يشرب هذا المريض ويقسم طعام دياله مع أي شخص آخر حامل لهذا المرض مضاعفات هذا المرض كثيرة ومنها التهاب على مستوى الدماغ والأخشية التهاب السحاية يعني المنانجيت التهاب الخصيتين لدى الدكور والمبياضين لدى الإينات وفي حالة نادرة يؤدي هذا الالتهاب إلى العقم سيخطو عند الرجال فقدنا السمع بما أنه يؤثر على الأدنين أيضا التهاب البنكرياس وأيضا تقدر المرأة تصاب بالإجهاد المرأة الثانية للمريضة بليزوغيان يقدر هذا المرض ينتقل إلى الجنين ديالها في الشهر الثلاثة الأولى والمرض هذا يعني الكبار يكون أكثر مضرة لهم من أنه يصيب الصغار كيفاش نشخصه هذا المرض؟ يتم تشخيصه بعد انتفاخه حساسية في الغدد يعني في الجنجليان وأيضا الصدع وألم في الخصيتين وعلى مستوى الرأس أيضا ويمكن تشخيصه عبر الكولتور تا هذا الفيروس اللي تم إجراؤه يعني عبر عينة من البول اللعاب ولا سأل نخاعي ولكن نادرا ما نجري وهذه الفحوصات كيفاش يكون علاج هذا النكاف ولا لزوغيان؟ ما كاش هناك علاج باين لهذا المرض ويقتصر العلاج على الراحة وأخذ المسكينات والمضادات الألم والالتهاب شرب كمية من السوائل الساخنة والابتعاد عن كل ما يسبب الصدع ما هي الوقاية من هذا المرض؟ يمكن أننا نجنب الإصابة بشكل تام من هذا المرض وهذا بواسطة حقنة من اللقاح ضد الحصبة الألمانية حقنة إثنان من شأنهما توفير الحماية والوقاية من نكاف مدة الحياة نمد الحقنة الأولى في السن 12 إلى 15 شهر والحقنة الثانية نمدها من 4 إلى 6 سنوات وكما دايما الوقاية من كل هذه الأمراض خير من العلاج وهكذا يتجنب الأشخاص الغير مصابين الإصابة بهذا المرض أعزائي المشاهدين نتمنى أنه فهمتوا هذه التوضيحات فيما يخص الزوغيان ونخدم عكم محمد من النعامة ألو مساء الخير ألو 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 مساء الخير مساء النور أخ محمد من النعامة مرحبا بك لا يسلمك مادام لا بس لا بس الحمد لله تفضل بسؤال ديالك شوفي دكتورة عندي برق المادام نعم عندها شوية وجاع في رأس حار فوق قوتي قوش نعم كشون تحس كشون ينمل هكذا هذه صفية عندها يعني مرض مزمن عندها هل جاها غير كما هدل الوجاع في الرأس ولا هدل وجاع رهو يدوم مدة يعني مدة طويلة نعم عندها صفية أمو أبرك من الليرا بديجي أمو وشنو هما الأعراض اللي معاها أسكو عندها عندها انفلو فيزيويل ما تشوفش مليح أسكو نفهم غلوق أسكو عندها أوجاع في الرقابة وشنو هما للسين اللي راهم يعني اللي راهم يجوا مع هدل أوجاع الرأس لازم توضح لي أكتر أسكو عندها شوية أوجاع في رقبة هامر داكور شحال في عمرها للمرأة ديالك 24 24 داكور نعم إذن أبقى معنا على الخطر راح ننسي ونحاولو نعطوك إجابات وتوضي حد على هذا المرأس إذن نتحدث مع هدل الأخ اللي راه يسقصينا على الزوجة ديالو لأكيد أنها مصابة بإنميغان بما أنه قليت وجع يعني عندها وجع في نصف من الرأس لأنه يعني الأوجاع النصفية ولا محسوب شقيقة ولا ميغان هاد الميغان هدي راه يجي عندها أسباب كثيرة يعني راهو يتسبب في هاد الميغان هي يعني العرق اللي في رأسها تمدد والتقلص هاد العرق اللي يعطونا للميغان منين يجو يجو من انفليونزا انسينوزيت يعني نظام غدائي مش مليح دورة دموية عند المرأة تاني العادة الشهرية تتسبب في الميغان وبما أنه أنه دكر عندها ألم على مستوى الرقبة فأنا نظن أنه يعني لاختخوز سيرفيكال يعني لاختخوز على مستوى فقرات الرقبة تقدر في بعض الأحيان تعطيناه إن ميغان وخاصة هاد الاميغان يعني لأكمبانيه بالغتيان تقيو يعني دينوزي إذن وش نطلب منه؟ نطلب منه إنه تقدر تاخد تاخد موسكينات لالتهاب وموسكينات ضد الآلام وتعمل يعني الحاجة البلوس إبورتونة أنها تعمل أشيعة إيكس إن غاديو سيرفيكال باش نشوفه إذا كان الفقرات تعرقبة ديلها رهون متشابكين ويعني هادي على هادي وهذا اللي ره يتسبب لها في الألم اللي رهي تطلع لها للراس ديلها إذن نتمنى أنه نفهم هاد الإجابة وناخده معكم هاد السؤال من السيدة اللي رهي تطرح علينا مشاكل البواسر هما لزيموغويد وطلبت مني أنه نعمل حصة لهذا المرض يعني نوعدها أنا في الحصة القادمة إن شاء الله أني رح نقدم حصة لزيموغويد تقول أنها تشكي منهم كتير وخاصة تفاقموا يعني مع الحمل نجاوب هاد المرأة نقول هذا شي عادي أنه لزيموغويد يتفاقموا مع الحمل وتقول يعني والأوتروس غرافيد يعني رحم هاد المرأة لراه يضغط على البلفيس ويضغط على الشريين أنه كامل لزيموغويد الذي يشهر وهذا ما يعد إلى يعني يكثرو هاد البواسر إذن نقول البواسر يعني يالدي ديگره كين بواسر ديزيموغويد لجي وكين ديزيموغويد بكو بلزيموغويد بكو بلزيموغويد بكو بلزيموغويد نقول أنه جميع الدواء تعاللزيموغويد يبدأ بالحمية الغدائية أنها تنقص لماكسيموم البهارات يعني لزيبيس تنقص المأكولات المصبرات تنقص الشحميات وزيوت ويعني نطلب منها أنه إذا ما رحلهاش كامل بهذا الحمية الغذائية كان هناك أدوية تنقص من انتقال الدم لهذا اللي يزيمه غويد لأنه اللي يزيمه غويد يتغدهم الدم وكل ما يلحقهم الدم أكتر يكبروا أكتر إذن كان أدوية خاصة ومرهمة سواء دي سيبو أو دي بوماد يعني تحطهم لوكالما وسنو يعني إذا كانوا هاد الزييمه غويد خيبرونسي وكتر بزاف ننصح بلا شيروجي هو استئصال الزييمه غويد هكذا تتهنم منهم كامل ونأخذ معكم أعزائي المشاهدين اتصال تاني ألو مساء الخير ألو 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 نحن في الاستماع إذن أعزائي المشاهدين نقطع المكالمة نكتفيوا بهذا القدر من المكالمات اليوم نتمنوا أنكم استفدتوا ولو بالقدر القليل من هذه المعلومات نطلبوا منكم تتصلوا بنا على الأرقام التي تمر عليكم على الشاشة ولا ترسلونا عبر الفيسبوك إذن نخليكم في أمان الله واتلوا في صحتكم وصحت أولادكم ترجمة نانسي قنقر